في جانب أصولي كفالة الأيتام تدخل في نوع من الواجبات تسمى بالواجبات الكفائية كثير من الناس حينما يعني يستشهد لهم بالواجب الكفائي أو بفرض الكفائية يقولون تعريفه أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ويضربون أمثلة لذلك بصلاة العيدين على سبيل المثال ويفوتهم تعريف آخر هو أدق وأشمل وهو قول علماء الأصول أن الواجب الكفائي هو واجب أريد حصوله بقطع النظر عن فاعله ما معنى هذا الكلام هو واجب شرعي المهم أن يحصل أريد حصوله بقطع النظر عن فاعله لأهميته لا يهم من الذي يقوم به المهم أن يحصل ولذلك فإن عددا من الأصولي ومنهم الإمام الغزالي وعدد كبير والرازي وغيرهم يرون بأن الواجب الكفائي من هذا الباب أفضل من الواجب العيني الذي يتعين على كل فرد لأن ذلك تكليف فردي أما الآخر فهو تكليف مجتمعي لأن هذا التفريط أيضا فيه في الواجب العيني يقع اسمه على الفرد نفسه أما التفريط في ذلك الواجب فالهلكة عيادا بالله ستقع على المجتمع كله كفالة الأيتام ورعايتهم والالتفات إلى ما يحتاجون إليه وتنشئتهم التنشئة السليمة هي من الواجبات الكفائية بهذا المعنى ولذلك فهؤلاء الذين يقومون بارك الله في جهودهم ويتوجهون إلى فعل الخير هذا يبرئون ذمة الأمة من المؤاخذة هم يتحملون هذه الأمانة فيسقطون المؤاخذة عنا جميعا من بعد فيحصلون على الأجر والثواب من هذا الباب من الفعل نفسه ومن جهة قيامهم وانتدابهم لأنفسهم من القيام بهذا الفعل لإبراء ذمة الأمة كما يقول الأصوليون ترجمة نانسي قنقر